السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أعطيكم ألف عافية محاضر الماضي يا زميلة هيتم شرح لكم عن البراثيروديقلاند وأهم الديسيز اللي فيها اليوم إن شاء الله رح نشرح عن الأمراض بتصيب البنكرياس طيب بس بالبداية نأخذ شوية معلومات عامة عشان نبلش نأخذ بالديسيز إن هم نعرف البنكرياس مقسوم لإكسوكراين بورشن وإندوكراين بورشن الإكسوكراين إلو علاقة بالجي آي وإلو علاقة أن يفرز إنزيمات مخصصة للهضم بالجي آي بالنسبة للإندوكراين بورشن فهو إلو علاقة أن يفرز لنا مجموعة من الهيرمونات موجودة في تجمع للخلايا بسموه الآيلة وفلنقرهانز طيب الآيلة وفلنقرهانز كم نوع من الخلايا فيه في أربع نوع من الخلايا إيش هم ألفا بيتا دلتا والبنكرياتيكبوليبيبتايتسيل طيب نيجي عليها نحبة حبة الألفا شو بيفرز؟ بيفرز غلوكاقون شو وظيفة الغلوكاقون يزيد الغلوكوز بالدم طيب نيجي على البيتا البيتا شو وظيفته؟ بيفرز لنا إنسلين الإنسلين شو شغله؟ بيقلل السكر بالدم طيب نيجي على الدلتا دلتا بتيفرز لنا سماتوستاتين سماتوستاتين شو وظيفته؟ وظيفته نقلل الغلوكاقون والإنسلين اثنين سواء طيب نيجي على الثالث النوع الرابع من الخلايا البنكرياتيك بولي بيبتايد سيل ما يفرز لنا الفازو انتستينال بيبتايد طيب الفازو انتستينال بيبتايد شو بيعمل بعمل انهيبشن للموتيلتي بالجي اي تمام وبزيد الانزيماتيك سيكريجين طيب هاي اهم الاشياء اللي بتخص الفيسيولوجي ببعيد البنكرياتيك الاندوكراين ببنكرياتيك سيل طيب اشهر مرضه اهم مرضه وهو الكرونيك ديسيز اللي حاليا شائع بالعصر كلياته وكل الناس مستحيل تلاقي دار ما فيهاش منه اللي هو مرض السكري او الديابيتس ميليتس طيب شو هو الديابيتس ميليتس بيكون في عندنا ابنورمال ميتابوليزم للكربوهايدرات والفات والبروتين نتيجة شو نتيجة انه الانسولين صار في ديفيشنسي الانسولين مش عماله قاعد بتم انتاجه بشكل كامل او البرفيرال تشو مش قاعد بتستجيب لوجود الانسولين طيب شو المحفز الاساسي انه الانسولين يتم افرازه وجود الكلوكوز بالدم اللي ناتج عن انه واحد اكل اي اكلة وفيها الكلوكوز فيها كربوهايدرات فيها سكريات وتم تحويلها لكلوكوز تمام وجود الكلوكوز بالدم رح يحفز الكيموريسبتور رح يحفز شوية من السنسور اللي بكونوا موجودات بالبيتسل انه يصير فيه عندي تحفيز لانتاج الانسولين طيب الانسولين طلع على الدم ببلش يشتغل شغله طيب اذا البيتسل صار فيها ديستركشن بالتالي البيتسل مش رح تحس مش رح تم افراز هذا الامصل على سيدنا محمد الانسولين طيب تم افراز الانسولين ووضعه لوز احنا بنعرف انه الانسولين عبارة عن بروتين طيب البروتين هاذ وين بيروح بدي يروح يرتبط بريسبتور طيب اذا الريسبتور هذا كان عدد الريسبتور مش كافيين تمام او في اي تشينج بهذا الريسبتور فبالتالي الانسولين حتى ما رغم انه قاعد بيتم انتاجه الا انه بالبرفيرال تشو مفيش استجابه اليه طيب الريسبتور الانسولين is assessed by the level of C-Beptide ماذا هو الـ C-Beptide نجد نشرح حبي 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 احنا في عندنا طريقة تكوين الانسولين اول اشي بيبالش في عندنا الريبرو انسولين طيب الريبرو انسولين من شو بتكون متكون من A chain B chain A B C طيب الريبرو انسولين بيبالش يتحول لاشي يسمى بالبرو انسولين طيب البرو انسولين كيف بيكون شكله بتكون ال-A وال-B لفات حوالين بعض ومتركات ال-C لحالها بس لساتها مش منفصلة عنهم تمام؟ هاي ال-A وهاي ال-B وهي هم شبكات مع بعض و-C لساتها لحالها طيب عشان يتحول لانسولين راح تنفك تظل ال-A وال-B مربطات مع بعض ال-A وال-B مربطات مع بعض وفي عندك زاد C-B هاي وهذا C-B هذا بظل موجود لحاله طيب يعني عملية انتاج الانسولين راح يكون مرافقة لها ايش وجود ل-C طيب فيه كمان اشي ثاني مهم هذا مهم عشان نعرف شوي من ال-Decision اللي لقدام يعني شوي من ال-Complication اللي راح تقوم معنا لقدام عملية تصنيع الانسولين برافقها دائما اشي بسموه الاميلويد او الاميلين الاميلين افون اسمه طيب الاميلين بيطلع مع تصنيع الانسولين كل ما زاد تصنيع الإنسلين كل ما زاد الأميلين الأميلين رح يتحول لأميلويد طيب هاي الأميلين تحول لأميلويد تحولوا لأميلويد رح يصير فيه Deposition طيب يصار فيه Deposition بالمكان اللي تم تصنيعه منه هو بالعادة الأميلين يتم تصنيعه بينفرز عشان يزيد sensitivity للإنسلين طيب لكن تصنيعه كميات كبيرة رح يصير يتحول لأميلويد الأميلويد تحول لأميلويد Deposition هاي بعد فترة رح تعمل Destruction للبيتاسل تمام فهاي الميكانيزم والأشياء هاي خلينا نفهمها هالسع لأنه رح تفيدنا طيب احنا بالعادة عشان نقيس كمية الإنسلين اللي بتم إفرازها من شوف كمية السيبيبتايد اللي يتم إفرازها مع الإنسلين عشان نعرف أنه هو الغلط من البريفيرال إنه ما فيش رسيبتور ولا الغلط إنه ما فيش إنسلين قاعد بتصنع فهمناها شو الله تكون فهمتها طيب بالنسبة للدياغنوسيز عشان احنا نعرف الدياغنوسيز بدي أقول شو هما التستات و أقول شو النابنورمال والأبنورمال اللي تفيه هنوعين أول شي في عندنا الراندوميقلوكوز شو هو الراندوميقلوكوز هو عبارة عن تست أنت المريض بيجي على المركز الصحي أو على المستشفى تمام أنا مش سائل وما تماكل أو مش محدد دو وقت إنه يكون صاين فيه أو إلى آخره أو على طول بفحص له جلوكوز تمام وبشوف إنه الجلوكوز لفل عنده أكثر من 200 وبشوف إنه البشينت ها في معه سيمتومز سيمتومز في ثلاثة سيمتومز مهمين لازم نعرفهم هذولا بخصو الدايبيتس إيش هما؟ طيب هما محشورات بكلمة باختصار بسموه لثري بيز شو هما لثري بيز؟ بوليفيجيا شو يعني بوليفيجيا؟ يعني البشينت هادي عماله بيوكل كثير طيب بولي ديبسية بولي ديبسية معناها إنه البني أدم هادي قاعد بأخذ مية كثير بيشرب مية كثير والثالثة بولي يوريا إنه البشينت هادي قاعد بفوت على الحمام كثير طيب فإنه بيجي البشينت بيشكي من سيمتومز وفي عنده لما قلسنا الراندومي غلوكوز كان أكثر من ميتين طيب بالنسبة للفاستينج غلوكوز يعني أنا بقول للبشينت يا سيد العزيز لازم أنك تصوم من ثمانية إلى اثنى عشر ساعة وبعديه إنت يجيني إنت مش ماكل ولا أي شيء وأنا بعملك تيست تمام؟ عشان أشوف شو النورمل وشو الأبنورمل طيب شو هو النورمل لفاستينج غلوكوز النورمل لفاستينج غلوكوز النورمل لفاستينج غلوكوز أنه يكون أقل من مية وفي رفرانس بتقول أنه من مية وعشر إلى ثمانية هذا النورمل طيب إذا كان أبنورمل بيكون من مية وعشر تقريبا لمية وخمس وعشرين طيب هذا شو منسميها من مية وعشر إلى مية وخمس وعشرين منسميها لبري دايبيتكس طيب إذا زاد عن 126 أنا شو بدي أصير أقول عنه؟ إنه هذا خلص البيشنت هذا في عنده دايبيتس على الآخر وأنا 100% بحلف عليه يمين إنه هذا البيادم في عنده دايبيتس طيب الفاستنج غلوكوز أنا بعمله مرة واحدة لا أنا عشان أتأكد إنه البيشنت هذا في عنده 100% وأحلف يمين إنه هذا عنده دي أم أنا بفحص أكثر من مرة يعني باجي عليه خلال الأسبوع بفحص ثلاث مرات في الأسبوع مثلا أو خلال الأسبوعين بعمله تكرار وبقول له أنه يصوم وإلى آخره إلى آخره عشان أتأكد إنه المريض فعليا عنده دي أم وما كانت ناتجة عن إنه مثلا حالة عصبية ولا سترس ولا أي شيء زادت عملتها بريغلايسيميا طيب التست الثالث بيسموه الأورال عفوا الأورال أورال إجلوكوز توليرانس تست شو هو هذا؟ أنا بجيب 75 جرام من إجلوكوز بعطيه للبيشنت تمام وبعد بساعتين باجي بقيس إجلوكوز لفيل عنده طيب النورمالي جلوكوز قديش لازم يكون بالاورالي جلوكوز لازم يكون اقل من 140. طيب اذا كان ما بين 140 تقريبا ل 199 فهذا انا بقول عنه ان هو بري ديابيتيكس. طب اول شي صحيح احنا ما وضحتها. شو يعني بري ديابيتيكس يعني البيشنت هاف في عنده رسك عالي تمام انه سير في عنده دي ام. تمام لكنه بعده ما عندهش سبوت دي اي جنوسيس وما احنا ما شخصناهش بشكل رسمي انه البيشنت هاف في عنده ديابيس ديابيتيس. انه هو عم في عنده دي ام. انسوا الهابت. المهم. طيب اذا كان اكثر من 200 للأورال لغلوكوز تيست فانا بقول عنه انه هذا الباشنت في عنده مية بالمية دي ام. طيب كيف قلنا بنفحصه؟ 75 جرام من اللغلوكوز باعطيه للباشنت وبعد بساعتين برجع بفحص تمام. وتكون الامور ان شاء الله لوس. طيب. من ناحية كلاسيفيكيشن. بالنسبة للبنكرياس دي سي فهم تم تقسيمهم لقسمين. او لا عفوا للدي ام تم تقسيمه لقسمين. انه ممكن يكون ناتج من برايماري كوز او سكندري كوز. شو هو اللي برايماري كوز? انه البنكرياس نفسه فيه دي سفانكشن. طيب شو السكندري كوز? انه ع سبيل المثال واحد في عنده ثاروتوكسوكوسيز. الثاروتوكسوكوسيز من الرير سيمتونس تبعيتها وبتكون بعد فترة طويلة انه الباشنت هذا وصير في عنده اه دي ام. تمام? او البني ادم صار في عنده استرسفول ايفنت. تمام? وقعد كانت فترة طويلة هاي الاسترسفول ايفنت. فنتيجتها زاد عنده الامصر على سيد محمد في الدم. و الى اخره بعد فترة 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 على بعضها تحول للباشنت انه صار في عنده دي ام. فهي تسمى سكندري كوز البرايماري كوز البنكرياس نفسه في انسافيشنسي. طيب شو هما البرايماري? البرايماري اهم في عندنا تايب وان تايب تو في جينيتيك وفي عندنا المسلينيوس سكندري كوز. طيب. اه بهمنا اللي بهمنا نعرف هو انه في عندنا التايب وان والتايب تو هذو الاهم شغلتين نعرفهم. بالنسبة للجينيتيك وهذا النوع الرابع فهما مش مطلوبين منا بالمرة. طيب. هسا هون بيقول لنا جملة. طيب اي كومليكيشن اللي هي. وشوه الكومليكيشن اللي هي مضاعفات هذا المرض. مضاعفاته على الجسمه. لانه نعرف ان الدي ام هو كرونيك دي سيز. واكيد كلياتنا شفنا حالات دي ام. وشفنا انه الباشنت اللي بكون عنده دي ام بتلاقي عيونه ضربات. وكلاب ضربات. ووضعه ينتهي على اخر. اللي يكون بيقول لنبعانه. عنده دايما ضغط. ودایما هذول جايت مع بعض ضغطه سكره. وراح نشرح المكانزم كمان شوية لقدام. طيب. بالنسبة لهyt rented waktuميل هذه الميطاوليك اكشن للانسولين. شو بيعمل? بروع على بزيد. بيزيد لايبوجينيسيز. بيقلل لايبولايسيز. طيب. بروع على سمزل بيقلل Ookineogineases اللي هي عملي تصنيع بزيد لجليكو جينيسيز بزيد الليبوجينيسيتي berriesاد المصل يزيد لجليكو جينيسيز بيزيد ايصل لي скажل وبزيد. هذا النورمال. طيب اذا واحد عنده فبالتالي كل الاشارات بده تقلب. اللي كان لفوق بده يقلب لاتحته لاتحت لفوق. طيب احنا قلنا في عندنا نوعين. الطايب ون والتيب تو. الطايب ون اللي هو اللي بيجي مع الاطفال. الطايب تو اللي بيكون مع الادلت. طيب. شو بقلنا هون بكون في بيسل ديستورشن. قديش تبع هذا عشرة بالمية. طيب. شو مسببه? انه صار فيها ديستورشن. ديستورشن. انا قلت قبل شوي ديستورشن. هي ديستورشن. تصحيح. طيب. البيتاسل صار فيها ديستورشن. بالتالي فيش تصنيع للانسلين. قديش نسبتها? نسبتها عشرة بالمية. مع مين بتكون انتشرة اكثر مع طيب. مرات نتيجة سيرتن فاكتور مع عمر يعني على سبيل المثال تلاقي البيشنط عمر خمسة ثلاثين صار عنده ديستورشن للبيتاسل. بغض النظر شو كان السبب? تمام? فكونات له طايب اون دي ام. طيب. ما انت بتبلش تبين اعراض الطايب اون دي ام? اذا كان في اكثر من تسعين بالمية من البيسل صار فيها ديستورشن. طيب. بالنسبة للبيشنط ويت. بالطايب اون رح يكون نورمل او ديكريز دويت. بالطايب اون رح يزيد وزنه. طيب. في بالطايب اون رح يصير في عنده كيتو اسيدوسيز. شو الكيتو اسيدوسيز? البيشنط هاد رح يصير في عنده باثوي معينة للفات ميتابوليزم تمام? الباثوي هاي رح تكون نهايتها انتاج للكيتون. طب هو انتاج الكيتون اصلا اشي نورمل بالبدي ولكن المرة هاي كان اشي زيادة عن اللزوم. فراح يكون لنا اعراض يسموها الكيتو اسيدوسيز. اه ورح نعرف شو هو اعراضها كمان شوي. او هذي صحيح. طيب. بالنسبة للفات عن طريق الابولوسيز اتحولت لفري فاتي اسيد. الفري فاتي اسيد فاتت هون على الليفر. بالليبر صار لها سيرتين متابوليزم. كونت الكيتون بادي. تمام? الكيتون بادي بفرز لنا اسيتون. تمام? الاسيتون بكون في عنده سويت بريث او اللي هي مثل ريحة هذا اللي بشره فيه الاظافر النسوان. طيب برضو رح يكون في عندنا الكوسمال بريثينج. شو الكوسمال بريثينج بيكون الباشنط يعني انه بده هوا بده هوا تكون تلاقي ايش تكبنية. طيب. شو برضو رح يصير فيه بوتاسيوم رح تختلف مستويات البوتاسيوم بالجسم. طيب شو اذا اختلفت شو رح تأثر رح تأثر على القلب. طيب. شو بيكون? بيكون عبارة عن كومباينيشن اوف بريفيرل رزيستنس تو انسولين اكشن ان ان اديكويت سنسور سكراتوري رسبونس. وهذا بنكرياتيك بيتاسيل. يعني اما او هو اول الشو اللي بصير. البريفيرل تشو بتبطل تستجيب بشكل مناسب للانسولين. طيب. فبالتالي صار في عندنا تحيط. تصير في عندنا كا كفيدباك انه الانسولين لازم يتصنع بشكل اكبر. فبصير في هايبر بليزيا بالبيتاسيل. وصار في تصنيع اكثر للانسولين. بعد الفترة بتدخل بمرحلة بسموها البيتاسيل فييلر. او بتسموها البتاسيل فييلر. وبعدها فترة تدخل بالليت بيتاسيل فييلر. وبتكون خلص البيتاسيل انتهت او مش انتهت. يعني صار فيها بكمية كبيرة تقريبا حوالي ستين بالمية. هزو التايب تو. ذكر التايب ون لازم تسعين بالمية تكون الديستركشن عشان تفلش تبين الاعراض. طيب. بالتايب تو قلنا حوالي ستين او سبعين بالمية الى الاخر هي قديش كانت النسبة مش مهم. المهم انه نعرف انه بعد فترة بصير في ببلش تظهر انه البنكريات البنكريات البتاسيل بطلت اه تصنيع انسولين. طيب هو هزو الكومينار طيب نسبته ثمانين لتسعين بالمية الانسولين بيكون نورمل تمام. رلاتيف لانسولين ديفيشنسي شو المقصود فيها انه الانسولين في بدايته بيكون نورمل بعدين رح رح يزيد شوي. ولكن بعد فترة رح يتحول رح يكون الفيديو للا انسولين ديفيشنسي مش رح يكون في عندنا تصنيع الانسولين. طيب البيشنس بيكون VELdriver tutoring care ketocydosis طيب بس انا بدي اقول شغله انه الاشي الرائيسي لمسكب الالكيتو اصيد因為 وجود عدم وجود الانسولين طيب. بينما وجود الانسولين بتايب تو هو مش رح يكون في عنده كيوتوا اصيدوس. لكن هل ممكن تكون? اه ممكن تكون بالأدفانس اه اس يشوف انه البشنس لهتا There was a الكلينيكال فيتشر رح ناخد الكلينيكال فيتشر الطايب وان والتايب تو وراء بعض. اول شي الطايب وان بكون العمر اقل من عشرين سنة ولكن ممكن تيجي ليتنت ما او ما تسمى باللادا شو هي لادا? ليتنت اوتو اميون دايبيتس ان ادلت. طيب كيف هي ممكن تصير? احسن انا بدي اقول لكم اشي. اي بغض النظر كان طايب وان او طايب تو فيش عندنا اشي مسبب رئيسي انه خلص. هاذ هو اللي سبب اه المرض بشكل المباشر? لا. في عندنا مجموعة من الريسك فاكتور بتجتمع مع بعضها. تمام? اذا نوجد اكثر من ريسك فاكتور على سبيل المثال او كان في ريسك فاكتور قوي فهو ممكن يسبب هذا المرض. على سبيل المثال جنتيك فاكتور. تمام? وان فاكتور. هو طلعت الديسيز. طيب شو اللي بيخلي الليتنت اوتو اميون دايبيت استطلع? اه من الاشياء اللي بتعمل اوتو اميون ديسيز بالجسم الفايرل انفكشن. طيب كيف رفت بتعمل هذا الامسال اسم محمد اوتو اميون ديسيز. في بعض الفايروس. شوف سبحان الله شف ربنا خلقها. اه شكلها تمام? بيجي مثل شكل ريسكتور تبع الانسولين. حلو? او مثل شكل ريسكتور تبع البتاسيل. فا لما الجسم يبلش اه صنع انتيبادي على ها مخصص لهذا الفايروس. فداركت لي رحي الانتيبادي هاي تروح ترتبط مع الانتيجين الموجود على سطح خلال سطح البتاسيل. فبتعمل ديستركشن. طيب متى هذا ممكن يصير? ممكن يصير في اي وقت من العمر. مثلا واحد عمره على سبيل المثال اه ثلاثين سنة. وصابوا بايرل انفكشن. فيه اكمل نوع من انواع البايرل انفكشن مثل الميسيلز مثل الكوكساكي بايروس مثل الروبيلا بايروس. صابوا على عمر متأخر. طيب بعد فترة من الزمن اللي هو هذا العمر المتأخر. ونتيجة انه في عنده جينيتيك فاكتور ساهمت انه المرض هذي يطلع فبتلاقي ايش بسموه. او اللادة. طيب ممكن يكون مي برزنت وذا متابوليك اسيدوسيز وشرحنا شو الاشي اللي بصير اللي هي نفس الميتابوليك اسيدوسيز نفسها الكيتو اسيدوسيز. يكون في عنده تمام? يكون في عنده ديهايدراشن والكيترية بوليوريا بولي ديبسيا بوليفيجيا طيب كيف يصير في ديهايدراشن وكيف يصير في الكترية كالتالي. انا قلنا انه في عنده طيب شو من الاشياء اللي تطلع باليوران? هو مفروض انها مع تطلع له هو الجلوكوز. هذا الا الشيط طبيعي انه الجلوكوز ما يطلع مع اليوران. لكن ال ما الناس اللي في عندهم اا يكتير بالدم بصير الجلوكوز يطلع يوران. وجود الجلوكوز في اليوران راح يزيد الاوزمولوريتي تبعيته. طيب زادت الاوزمولورتي شو راح يصير? راح يصير يصحب مي تمام? او کہلوت لتجاه التوبول. فبالتالي شو اللي راح يصير? رح يصير يطلع ووتر مع اليورين اكثر نتيجة لغلوكوزيوريا طيب البيشنت هاد ماشي انت قاعد بتقول انه في عنده ووتر قاعد بطلع بس برضه بصير فيه كومبنساتوري ميكانيزم شو هي الكمبنساتوري ميكانيزم فيه اللي هي ثيرت سنتر بحفز انه البيشنت تصير يشرب ماء اكثر فبصير في عنده البيهي بوليديبسية لكن هل اشي هذا كافي ان يعوض كمية الماء اللي انفقدت لا هو مش كافي هو اوكي رح يشرب ماء كميات كبيرة ولكنها مش كافية مقارنة مع كميات الووتر اللي قاعدة بتطلع مع اليورين فالاشي هذا شو رح يسبب رح يسبب ديهايدراشن طيب الديهايدراشن اللي صارت بالنسبة جوات البلود فيزل فيه كونسنتراشن معينة تمام لازم الالكترولايت تكون موجودة فيها اذا قل الووتر الكنسنتراشن رح تزيد على سبيل المثال ممكن ازيد الكنسنتراشن للسوديوم طيب تزاد الكنسنتراشن للسوديوم فيه الوثاثيرات معينة على جسم الانسان بزيد الكنسنتراشن للكالسيوم وتأثيراته الاخره وهذا المقصود بها انه بصير فيه الكتركل طيب اهم الفايندينج للتايب اون بيكون الباشنت هاتف عنده هايبرغلايسيميا هو اكيد رح نلاقيها في تايب اون و تايب تو غلوكوزيوريا كتونيوريا الكتركل هذو اهم الاشياء بالنسبة للكلينيك الفيتشر للتايب تو العمر بيكون اكثر من اربعين سنة بكون يعني الباشنت بالاول ما بيجي يشكي بالمستشفى انه انا بني آدم في عندي اعراض سكري لا هو بيجي يشكي من تبعية السكري بتلاقيه بيقول لك انا والله بطلت اشوف بعيوني كويس بس تفحصه وتشوف انه في عنده كتراكت وفي عنده غلوكوما تمام راح تشوف اه عفوا راح تصير تشوق انه الباشنت هذو في عنده دي ام طيب الباشنت ما يحاف بيكون في عنده سمتم تبعية راح نشرحه كمان شوي من اهم بيكون في عنده نيفروباثي بيكون برضو في عنده ريتينوباثي تمام وراح يكون في لها سمتم معينة راح نشرحها كمان شوي بالتفصيل طيب الاشي الثالث بيكون في عنده نفس الاشي اللي بصير بطايف اون ولكن هون هاذ الكمية الديهايدراشن اللي بتصير بتأدي لانه الباشنت هذو يسيبه كوما وشو طبيعة الكوما هاي نانكيتوتيك ليش نانكيتوتيك لانه قلنا الطايف تو هو رير انه يكون معه كيتو اه يكون في كيتو اوسيدوسيز تمام فتسمى هايبر اوزمولر لانه الاوزمولر تتبعية البلد فيزي العالية نانكيتوتيك ما فيش كيتون اسد وسببت كوما بس هاي جرحها طيب نوكيتو اوسيدوسيز قلناها من شوي بتزيد استسيبتابيليتي تو انفكشن ليش انه اي واحد معه اه دي ام هو معرض انه يكون اميونيكمبرمايز طيب كيف بتصير الاميونيكمبرشن في لحد الان ما لقوش اشي مية بالمية انه يثبت هذا يعني يثبت شو الباثوي اللي بصير فيها الباشنت اميونيكمبرمايز ولكن هما افترضوا فرضية انه بصير في عملية غلايكوسيليشن للنيوتروفيل فبصير في اه تفجر للنيوتروفيل احنا بنعرف النيوتروفيل من اليوكوسايت اللي حساس جدا يعني عرفيا صعب كثير اصلا برضو تلاقيها جوات جوات البلد قد ما هي انها بسرعة بتتفجر تمام فنتيجة الغلايكوسيليشن تبعيتها بتتفجر وتعمل بتفرز سايتوكاين احنا بنعرف انه الجوات اليوكوسايت فيه سايتوكاين فعملية تفرز السايتوكاين هاي بتأدي بالنهاية انه يصير في عندنا اميونيكمبرمايز نتيجة انه في استهلاك اكثر واكثر للانفلميشن الى اخره فبتوصل انه الباشنت هذا يوصل الى اميونيكمبرمايز طيب الباثوجينيسيز كيف بتصير الباثوجينيسيز بالنسبة للتايب 1 او التايب 2 فهي بتكون كومبينيشن في اكثر من فاكتور باثره مع بعض نهايتهم بتوصل انه يكون الباشنت هذا عنده تايب 1 او تايب 2 ولكن كل نوع فيه له مجموعة معينة من الريسك فاكتور فهن شو بيقول لنا بالنسبة للتايب 1 عبارة عن كومبينيشن من اتوميونيتي انفيرومنتال انسلت يعني انفيرومنتال فاكتور بتأدي انه يصير في ديستركشن للباتاسيل طيب شو هما سرح نعرفهم بقول لك جينيتيك سركشن سيبتابيليتي ويوتو اميونيتي والانفيرومنتال فاكتور هما سرح نعرفهم بالتفصيل بس بالاول خلينينا نفهم التشارت هاذ احنا قلنا من شوي انه تايب 1 تمام بكون في ديستركشن للباتاسيل طيب كيف ديستركشن هذا بيصير وشو الباثوي كامله يعني على طول العمر عفوا بدناش نشرح الباثوي احنا بدنا نشرح شو تسلسلها على طول عمر الباشنت كيف بتبلش وكيف نهايتها بدايتها انه الباتاسيل بتكون نورمل اول خمس اربعة سنين في حياته عنده جينيتيك بري ديستبوزيشن انه شان جينيتيك بري ديستبوزيشن في عنده سيرتين ميتيشن بجين معينة او وجود جينات معينة وجودها بزيد الرسك فاكتور انه الباشنت هاذ يصيبه اه طيب طيب موجودة هاي للجينيتيك بري ديستبوزيشن وبعد فترة من العمر صار في عنده اه بري اه الله بصلاة محمد شو يعني بري سيبتاتينج ايفنت يعني انه سبيل المثال مثل ما شرحنا منه شوي زاد نسبة الحزن زاد نسبة الاصابة ب اه الله بصلاة سيدنا محمد طيب ون طيب وفي عنده بري ديستبوزيشن مع اللي بري سبيتاتينج ايفنت اللي هو الفيرال انفكشن فحاليا هو بلش بالامنولوجيكا الابنورماليتي تمام وصل على الامنولوجيكا الابنورماليتي بسعب ديستركشن للبيتاسل بالبداية بيكون الوضع نورمال لغاية ما تقريبا البيشنت يصير عمره خمسة عشر سنة الانسلين بيبلش بيكون تقريبا قليل لكنه لسه نورمال جلوكوز ليبل ولكن بعد عمر العشرين سنة خلص الانسلين بطل كارب صار في عندنا ديستركشن لأكثر من تسعين بالمية من البتاسل فبالتالي لغلوكوز ليبل السباد يصير عالي جوه البلد حلو فهو وصل دايبيت السلوفرت يعني انه خلاص البيشنت هذو دخل في الديام رسمي طيب شو ماجينتك سسبتابلتي سسبتابلتي جين لكيتد وين بالريجن اوف ام سي اتش كلاس تو على الكروموسوم رقم ستة في الريجن الكروموسوم رقم ستة على الشورت ارم في اه طيب في عندنا برضو جين ثاني الجين هاض بعمل تيسل انهيبتوري ريسبونس ريسبتور طيب صار فيه طيب طيب لهذا الجين اللي هو ما يسمى بصار فيه ميوتيشن فبالتالي اللي انهيبتوري ميكانيزم تبعية تيسل راح يصير فيها امبايرمنت تيسل صار يتحافز اكثر واكثر تمام فهو من الاشياء اللي بتساعد او بتزيد عملية للبيتسل طيب بقلنا تسعين بالمية من الجينيتك سيبتابيليتي تبعية الدي ام تايب وان بتكون فيها علاقة مع الاتشال اي دي ار ثري واتشال اي دي ار فور او اثنتين مع بعض طيب الريشل بريدس بوزيشن اللي هي من الاشياء الانفيرومنت الفاكتور في ناس مثل سبيل المثال موجودين بافريقيا هم في عندهم امراض معينة ناس موجودين في امريكيا لهم امراض معينة ناس بالشرق الاوسط لهم امراض معينة هي منتشرة بيناتهم فهو تايب وان دي ام منتشرة اكثر شي ما بين الككيزين اللي هم القوقاز اللي يساكنين في شرق اسيا طيب بقلنا انه النسبة يكون الحسنا الانوجود من 60 الى 20mo 6 يعني ان يكون ب kenkie journal uk 써 ? يكون الابو في عنده تايب وان دي ام الابن عنده تايب وان دي ام الى اخري او بنسبة اقل من 40% يكون identical twins اللي هنه المونوزائي이라는 طيكي Colorado Twins تمام نسبة اقل نسبة اقل من اربعين من المية ان هذول الاثنين اذا واحد منهم كان مصاب بالدي ام تايب ون نسبة اقل من اربعين من المية الاخوه التوأم تبعه انه ينصاب بالدي ام. الطيب شو الطيب اول اشي عشان نفهمها بشكل عام قلنا من شوي فيه تي سيل تمام التي سيل كانت موجودة وين عند اللهم صلى على سيدنا محمد البيتا البيتا سيل عملت صار في افراز لسايتوكاين طيب مع السايتوكاين اللي تم افرازها راح يتحفز انه يتواجد فيه اكثر من نوع من انواع اللينفوسايت شو هو اشهر انواع اللينفوسايت اللي راح تكون موجودة والسي دي ايت تمام وجودهن راح يكون لي اشي يسموه هو عبارة عن لبيتا سيل طيب هون شو شو بقلنا موجودة بالايلت بتادي لداريك تكيلنغ اوف بيتا سيل بتادي لبكتر بسموها الانسوليوناتس راح نشوف صورته كمان شوي او هاضه هي هاي الانسوليوناتس هاي ذو عبارة عن لينفوسايت تمام هاي موجودة بالايلت فلنجر هانز او بالبيتا سيل بشكل عام عام لو نشوف انه هون الموجودة يعني هي الخلايا تبعية البيتا سيل ككونسنتريشن الها قليل مقارنة بالاماكن اللي هون ومبين المكان هاذا فيه انفلميشن وفيه انفلتريشن وفيه اديمة طيب وصير في عندنا لوكال البرودكشن من السايتوكاين تيجي من التيسل والمايكروفيج طيب بتعمل دمج للبيسل مثل واتسترا انتو حظك عاد شو يطلالك كمان المهم مش مهم شو يطلالك المهم انه خلاص تعرف في عندك وهاي من الاشياء اللي بتساعد انه تزيد اكثر واكثر بالانفلميشن طيب ممكن يكون في عندنا اوتو انتيبادي هاي مخصصة المين اما بتعمل للبيتاسل نفسها او بتعمل بتكون هاي الانتيبادي على الانسولين نفسها او على الكلوتوميك اسيد دي كاربوكسيليز هاذ اللي هو هاذ عبارة عن انزيم من الباثوي تبعي تصنيع الانسولين تمام نسبة ثمانين بالمية من الباشنت بكون في عندهم ايش اللهم صلى على سيدنا محمد هذا الاوتو انتيبادي يعني بصير هذا الدستراكشن تبع الاوتو انتيبادي بيبلش قبل اكما شهر او سنة او ممكن سنتين حسب البروكريشن للديسيز حسب الفاكتور اللي ساهمت بوجود الديسيز تمام بعد بسنة او سنتين بيبلش تظهر عنده اعراض المرض هاي صورة الانسولونات الشرحناها الانفارومنتال فاكتور طيب شو هما الانفارومنتال فاكتور اما بكون في عنده فيروس انفكشن مثل الميسلز كوكساكي فيروس الروبيلا ممكن سرتين كيميكالز او انفارومنتال كونتاميناشن تزيد نسبة الاصابة في تايب وان دي ام يجيب نسبة تايب تو قلنا في عندنا شوية فاكتور كذا رسك فاكتور بتجمع مع بعض اهم رسك فاكتور اللي هو لايف ستايل انفارومنتال فاكتور والديت الديت تحطيها ستميت شحطة طيب جنتيك فاكتور رح نشرحها انسولين رزيستنس والاوبسيتي الاوبسيتي بتساهم بالانسولين رزيستنس بتاسيل سيكريشن ديس فانكشن انه البتاسيل بطلت تصنع انسولين هاي هون تشارت هاض ووضح لنا بشكل عام كيف تصير تايب تو دي ام بقولنا الباشنت هاض في عنده لايف ستايل فاكتور اللي هو سيدنتري لايف ستايل والباشنت مش عماله بيعمل الرياضة واربع وعشرين ساعة قاعد وفيش ورا اشيو الاخره واكله ما شاء الله عنه كله من فاير فلاي في برضو سيرتين جنتيك بري ديس بوزيشن اه بدي اقول اشي مهم جدا جنتيك بري ديس بوزيشن بري ديس بوزيشن للتايب تو اقوى من الجنتيك بري ديس بوزيشن للتايب ون طيب المهم قلنا موجودة هاض في الريسك فاكتور صار عملة انسولين رزيستنس بالبريفيرال تيشو طيب البيتاسيل ازاي كومبينساتور ميكانيزم بدا تصير تصنع اكثر واكثر انسولين صار فيها هايبربليزيا طيب رجعت زادت نسبة الانسولين فرجعت البيشن للنورمو غلايسيميا تمام او خلته نورمو غلايسيميا ولكن بعد فترة من البيتاسيل هايبربليزيا راح تصير في عندنا بيتاسيل فيلر فالاشي هاض راح يعمل راح يعمل اللي هاي ما تسمى بري ديابيتيكس بري ديابيتيكس طيب البيتاسيل فيلر هاي بتكون اللي هي الليتستيج وخلاص البيشن تهاض مية بالمية صار في عنده دي ام ممكن الباثوي هاي كلياتها يتم اختصار هاي يكون في عنده سبوت ميوتيشن تمام سبوت ميوتيشن هاي ادت بشكل مباشر انه الباشنط هاي تحول صرف عنده برايماري بيسيل فيلر ودغري الباشنط هاي صرف عنده دي ام بدون ما يتحول لنورمو غلايسيميا والبري ديابيتيكس والآخره طيب شو هما جينيتيك فاكتور هم بيقولنا جينيتيك فاكتور مور امبورتان اكثر من تايب وان يعني برضو باعتمد على الديث باعتمد على الاكسرسايز باعتمد على لايف ستايل والآخره بكون نسبة 35 الى 60 بالمية بالمونوزايكو تاكتوينز بزيد الرسك بنسبة 20 الى 40 بالمية بالفرس دي بري ريلاتف يعني اذا الابو كان مصاب يا سمح الله بزيد نسبته من 20 الى 40 بالمية انه الابن يكون مصاب بالدي ام لايوجد من الاستوسيش مع الاش الاي مثل التايب وا اذا نقولنا الدي ار الثري والدي ار فور او اثنتين مع بعض وفيش اوتو اميون اي اوتو اميون بيستس مثل ما كنا شايفين هناك فاقبت طيب البوينت المتشين بتكون وين على الانسلين ريسبتور. شو رح تعمل؟ رح تأثر على نسبة هذا الى 5 بالمية. طيب كيف هيا تعمل؟ بتروح يسدي العزيز على الانسلين ريسبتور نفسه بتعمل فيه او بتعمل ايش? ان الانسولين ريسبتور مش عماله قاعد بيتصنع بالبريفيرال تشو الاشي هات. طيب مش عماله قاعد بتصنع الانسولين ريسبتور كله. فعلى طول البشنت بصير في عنده اه دايبيتكس بدون ما يمر بالبريت دايبيتكس والنور مغليسيميا و الى اخره مثل ما شفنا التسلسل المرض. طيب بالنسبة ل الانسولين رزيستنس وهذا اشي مهم جدا. شو هو الانسولين رزيستنس شو مقصود فيه انو البريفيرال تشو مش عماله قاعد بيستجيب للانسولين ايش? اما انو صار فيه عدد الرسبتور الموجودة من البريفيرال تشو اقل او انو البيتا سيل مش عمالها قاعد بتصنع كمية كافية من الانسولين. طيب شو بقول لنا بقولنا انها ممكن تكون او طيب شو المقصود فيها اصلا قبل ما انو نشرح شو الابنورماليت اللي فيها. لكواليتاتف انو عندنا نورمال بلسيطايل سيكريشن للانسولين. كيف بتصير نورمال سيكريتايل بالسيشن? نورمال بلسيطايل سيكريشن. كيف بتصير? او اي بني ادم في الحياة اخذ واجبة فيها جلوكوز تمام? او كمية الجلوكوز هاي اللي فاتت جوا جسم الانسان رح تحفز افراز الانسولين. هذا الوضع النورمال تمام? بيشن دخل في حالة اكسرسايز. رح يقل افراز الانسولين و رح يصير افراز لجلوكوغون. هذا النورمال بلسيطايل سيكريشن. طيب ممكن يكون الانسولين سيكريشن. تمام فاترة رح تقدي للسقف لنورمال بلسيطايل باتير. الانسولين سيكريشن. الانسولين اللي هي كمية الانسولين اللي تم افرازها. متى بتقل? بتكون قليلة اذا كان البيتاس سيكريشن قليلة. الانسولين سيكريشن بزيد. لانه في كومنساتر ميكانزة من البيتاسيل. وبعد الفترة بصير الانسولين يقل. والبيتاسيل ماس بتقل لحد ما توصل 20-50% الدي ام رح يبير اشي يظهر. المين فاكتور بالانسولين و الانسولين مهم ليهو الابسيتي. طيب الابسيتي بتزيد الفريفاتي اسد. وحسنا رح نشرح الموضوع كامل. بتزيد الفريفاتي اسد زادت الفريفاتي اسد رح كاملة. المهم. بس بالدياكوا تعرفوا الشغلة. انه دائما الفريفاتي اسد مع الانسولين ناقر و ناقير. شو يعني ناقر و ناقير اثنين اكس بعض. زيادة الانسولين. عفوا. اه زيادة الفريفاتي اسد رح تقلل للانسولين. حلو. فانه البيتاسيل اللي اصلا بكون او بيس. بكون الفريفاتي اسد عندهم عالي. تمام? فالاشي هاذ رح سير رح يزيد الريزيستنس. برضو رح نحكي يعني شوية اشياء سيب الادبوست شو. الها علاقة. طيب. وليس فريقونت بالبريغنانتي. بالبريغنانت وومن او البريغنانسي. شو الباثوي اللي بتأدي لانوصير الباشنط هاذ في عنده انسولين رزيستنس. اول اشي. صار في قلنا الباشنط هاذ قاعد صار في صار اوبيس باشنط. اوبيس من يعني باتمان. صار اوبيس. تمام? في عنده فريفاتي اسد كثير. وجد فريفاتي اسد قلناه عبارة عن ناقر و ناقر مع الانسولين. صار في اه ازاد الفريفاتي اسد للانسولين سنستيف تقلت. طيب. شو برضو 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 بقولنا انه الترائيق ليسرائد والبيوبرودكت او البرودكت اللي بتكون من الفاتي اسد متابوليزم برضو بتعمل انهيبشن للانسولين سيجنال المو بتكون موجودة جوات الخلية. طيب يعني فريفاتي اسد صار لها متابوليزم جوات الخلايا او بالليفر. طيب الى اخره كملت السلسلة كاملة الى اخره بالميتابوليزم كان في عندنا سيرتين برودكت اللي الفريفاتي اسد او الالترائيق ليسرائد. راحت على السيجنالين باثوي شو السيجنالين باثوي انه الانسولين ايرتبط بالرسيبتور وهي بدي يودي بدي يودي رسائل على اه النيوكليس عشان يصنع الكلوتفور عشان يبالش يعمل اه امتصاص او ينقل من اه او طريق البرودكت تبعية الفاتي اسد طيب برضو وجود الفاتي اسد بكمية كبيرة راح يساعد او عفوا راح يحفز الماكروفيج انه يعمل له ابتلاع. الماكروفيج عمل له ابتلاع راح يزيد عفوا او راح يصير يصنع لي سايتوكاين معينة سايتوكاين المعينة هاي راح تزيد الانفلاميشن طيب زادت الانفلاميشن بتروح بتأثر وجود اصلا وجود الانفلاميشن في الجسم الانسان هو من claiming in stress factor. الرjas factor كليات هاي بتزيد نسبة افراز والغلوكا كون. وبتقلال نسبة افراز الانسولين. ها اول شغلة نوخفها طيب. قلال لفراز الانسولين الش Schl psychiatrist التانيه بيروح بقيقلL sensitivity تبعية الانسولين. فبيزيد الانسولoi resistance طيب في عندنا اشي بسموه لأدي بوبا كاين شو الأدي بوبا كاين هو مجموعة من سايتو كاين يتم افراز هامين الاد بوستشو. في عندنا ثلاث مهمين لازم يعرفهم ونعرف شو وظيفتهم وعند تكون موجودين كثيرium ما تبكون موجودين غليل اول اشي طيب اذا كان اول اشييرستين بالنوروما التي كان عام با visitor كمية تصنيعه تكون يعني نورمل. او يعني تقليق عليه شوي该 فالشياء ما يكون باللوء علاقة وجود الركMAN عوضهم عوضهم الجيد الريزستين هو بساعد انه يكون في عنده كميته القليلة فبالتالي كميته قليلة مع البرديماس اندكس النورمل فبالتالي النهاية المحصلة انه الريزستين ما اشتغل كويس مع ال اه اللي هم النورمل بيشنت او اوفون نورمل بيشنت نورمل يعني اي واحد نورمل تمام ولكن البيشنت الابيس الريزستين اما بتصنع اكثر فبالتالي الانسولين كان اكثر طيب في عندنا الليبتين والاديبونيكتين اللي بدي اقوله عنه هذور الاثنين انه موضوح كالتالي اول اشي متى بيكون انكثار بيكون ان كثير تصنيع لما البيشنت يكون البيديماس اندكس الو نورمل تمام ما فيش عنده كمية دهون كبيرة اذا كان في عنده الاديبو كميته كبيرة بالتالي تصنيع الليبتين والاديبونيكتين راح يكون قليل طيب ايش وظيفتهم وجود الليبتين والاديبونيكتين هو راح راح يقلل الريزستنس تمام ويجيد السنسيديفتي لانهم مع الباشنت الابيس قليل تصنيعهم بالتالي السنسيديفتي للانسولين راح تكون قليلة والريزستنس عالي فهاي من الاديبو كاين اللي بتساهم انه الباشنت هارد يكون في عنده انسولين رزستنس طيب الشغلة الثالثة او الرابعة فنصرنا اللي هو البروكسيزوم برولافيريتور اكتيبيتد ريسبتور غاما شو هو هذو عبارة عن نيوكليل ريسبتور او ترانسكريبتور فاكتور وموجود موجود بالاديبو ستشو طيب شو وظيفته بيساعد انه يصير في افراز للانتي هايبر غلايسيميك اديبو كاين اللي هما ايش الليبتين والاديبونيكتين يعني البي بي ار غاما وجوده راح يزيد تصنيع الاديبونيكتين والليبتين طيب شو بيعمل برضو برضو وجودهم وجود الاديبونيكتين والليبتين اللي بتحفيز انتاجهم شو بيعملوا بيزيدوا الديبوزيشن للفات وين بلاديبوز تشو وبيقلل الديبوزيشن للفات بالسكيلتال مصل وبالليفر فهاي من اهم الاشياء اللي بتعملها اللي بيروكسيزون برويفراتف اكتيفاتي درسيبتور غاما اسمها بتقود ربع ساونتو تلفظه المهم نيجي على الثرد ستيشن من التايب 2 بالباثوجينيس اللي هي بتاسيل ديس فانكشن بصرف عندنا نتيجة انه الميتوكندري البروتين اللي هو اليو سي بي تو بزيد بالبتاسيل طيب شو اليو سي بي تو هو عبارة عن بروتين بتنتصنيعه او هو بروتين موجود على الميتوكندري الممبرين تمام اه بحالات بحالات التايب 2 دي ام بتزيد نسبته تمام اليو سي بي لانه الميتوكندري اصار فيها ديستراكشن فبتزيد نسبته الجوات بالانتراسيليولر تمام فالاشي هاب وجود اليو سي بي راح يقلل ريكوغنيشن للبيتاسيل انه يا بتاسيل لا سح اقولنا من شوي ان البيتاسيل بتتعرف انه في انسولين تمام هو راح يقلل بتاسيل بتتعرف انه الجسم في غلوكوزي زيادة عشان تفرز انسولين فوجود اليو سي بي تو بقلل بتعرف البيتاسيل انه فيه كمية من الجلوكوز صاف اعلى ولازم انا يفرز انسولين طيب الاشي الثاني الاميليين قلنا الاميليين كيف بيطلع هو عبارة عن من البرودكت اللي بتطلع مع الانسولين بيساهم بالفود انجسشن الاميليين بيتراكم بالاوتسايد للبيتاسيل بيكون الاميليويد لايك دي بيعمل بالتالي بيقلل للسنسيشن لالجلوكوز وبيقلل للبيتاسيل ماس عن طريق انه ممكن يعمل اه ويعمل عليها فبالتالي بيعملها بنشوفه باكثر من تسعين برمية من الحالات تبيت طيب الباثولوجي للبنكرياس هاي الاشياء ناصلا شرحناها فوق بس هي عبارة حاليا عن اعادة طيب شو هما الاشياء هذول اول شي بيقولنا بيكون في عندنا اليوكوستيك انفلتريشن بتكونن للانسيرولايتس طبعا شو نوع اليوكوستي اللي هي تيسيل تعمل لبروبريسيف ديبليشن اوف بيتاسيل لحد ما يوصل ديبليشن اقل من تسعين بالمية واللوس للبيتاسيل عفوا لوس للبيتاسيل اكثر من تسعين بالمية فالاشي هاذ راح بس يتوصل اكثر من تسعين بالمية المرحلة هاي بتبلس تظهر عندنا عراضة تايب تو دي تايب اون افن دي ام بعد فترة من الزمن الايلت هاي ما راح تنتهي او انو راح تشوفها الحجمها قليل تايب تو تكون في عندنا نتيجة الاميلويد واميلويد دي بوزيشن بالايلت نتيجة عفونا ديستركشن والاميلويد برضه راح يعمل مش وورك شبيهة بالفايبراستيشو طيب الايلتس الهايبربليزيا وامي نشوفه بالنيوبورن اف دياباتيك ماذر طيب بس بدي اقول لكم شغله دايما لنيوبورن عفو نقال لنيوبورن شو كان عندها ديستيز ممكن يأثر على الابنها بالذات ديستيز تابعة الاندوكراين يعني على سبيل المثال الام اللي اه تصنيع الثايرويد في جسمها الثايروكسين قليل راح يطلع الابن تبعها تمام في عنده ثايروتوكسوكوسيز لانه ابنها قاعد بساعدها انه يصير في تعويض للثايروكسين جسمها فهي من الامثلة فالام اللي في عندها سكري الانسولين مش عم يتصنع فبالتالي راح نشوف انه البيبي جوات جسمها قاعد بيصنع لها انسولين تمام ويفرزه جوات جسمها فبالتالي البيبي لما ينولد على الحياة راح نشوف انه في عنده ايلتس الهايبربليزيا لانه قاعد بيصنع انسولين عشان يكفي جسمه وجسم امه طيب هاي هون شفناها الانسولين هاي هون الاميلويد دي بوزيشن هياتها هون 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 تمام ام هون مش تانكيوب بدنا نكمل حسب تكملة المحاضرة اللي هي طيب الكمليكيشن قلنا انها كلها واحدة ولكن سيفيريتي تبعية هاي بتكون حسب الدقري تبع الهايبرغلايسيميا يعني كل ما زاد الجلوكوز كل ما كانت السيفيريتي اعلى طيب الساحة هون بدنا نفهم كيف بتصير الكمليكيشن كمان شوي نعرف شو الكمليكيشن بالزبط اول اشي لازم نعرف هون بكون في عندنا انزيماتيك غلاكوسيليشن اوف بروتين شو هو يعني الجلوكوز بروحيه بيرتبط مع الاماينو اسيد تمام بالبداية بكون هذا الاشي لابايل شو يعني لابايل يعني الجسم بقدار يعوضه ولكن بعد فترة من الزمن بصير الريفيرسة الجسم مش قادر يعوض اللي قاعدة بتصير طيب فشو راح يكون اللي راح يكون اللي اشي بسموه طيب شو هو هذا الادفانسد غلاكوسيليشن اندي بروتكت طيب شو هو هذا الادفانسد غلاكوسيليشن اندي بروتكت طيب شو هو عبارة عن غلوكوز وعفري اماينو اسيد تمام من شو بنتج من النن انزيماتيك ري اكشن ما بين الانتراسيليور غلوكوز والاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا طيب كيف من نجيسها؟ من نجيسها عن طريق الهيموغلوبين اللي هو الهيموغلوبين A1C نان انزيمتك أكثر إشي وين بصير بصير جوات الاربسيز بروح بصير في عندنا ارتباط لالهيموغلوبين مع مين؟ مع الهيموغلوبين لأنه الهيموغلوبين قلناه عبارة عن بروتين مع حديد وإلى آخره قلكم عارفين تكوينه تمام وجود الهيموغلوبين مع البروتين رح يعمل لنا الهيموغلوبين تمام؟ عشان احنا نعمل فلو اوب هاو التست احنا نستخدمه بالفلو اوب لالباشنط المعودي ام منظل الانجيس اله بي وان اي سي طيب ليش بتأدي وجود الادفانست غلاكوزيليتد ان دي برودكت رح يتأدي نصير في عندنا برو انفلماتوري سايتوكاين ان دي جروث فاكتور فرام دي انتمال مايكروفيج تمام؟ الاشي هذا شو رح يعمل رح يعمل ازيد التكنيس تبع الانتمال التبع الانتماء الموجودة بالبلد فيزيل هاي واحدة شغلة الثانية نتيجة انو في عندنا انفلميشن منوان طيب برضو بتتم افرازها من الاندوثيليال سل حلو وجود الاندوثيليال سل تعمل بزيد البروكواجلونت اكتيفتي والاندوثيليال سل والمايكروفيج طيب زادت الاشيهات شو رح يزيد؟ رح يزيد نسبة نسبة حصول الاثيروسكليروسيز تمام طيب زاد صار في عندنا اثيروسكليروسيز بتزيد نسبة الاصابة بالمايوكارديا الانفاركشن او الاستروك زاد البرولايفريشن للفاسكولر سموث مسل يعني حوالين الفيزل صار في عندنا سكليتر مسل احفواني قال سموث مسل وزادت الاكسترسيلولار ماتريكس الموجودة حوالين هذا البلد فيزل فبالتالي الكمبلاينس له انه قدرته على التمدد وانه يرجع ينضغط الفاسو كونستريكشن وفاسو دايليشن الو راح تقل فبالتالي الاشيهات من مسببات الهايبر تنشن طيب بقولك انه الايدز ممكن داريكتلي ترتبط مع الاكسترسيلولار ماتريكس بروتين فالاشيهات راح يقلل لبروتين ريموفل ورح يزيد لبروتين ديبوزيشن فبتأدي لترابنج للالديل شو المقصود فيها هاي كاملة انه لامصل على سيدنا محمد تكون البروتكت هي تبعي تنان انزيمتك بالاخر راح يؤدي انه ترتبط مع البروتينات الموجودة بالاكسترسيلولار ماتريكس طيب ارتباطها مع البروتينات بالاكسترسيلولار ماتريكس راح يقلل تحرر البروتينات من هذا المكان ورح يزيد ارتباطها في هذا المكان طيب وجودها برضه بالاكسترسيلولار ماتريكس راح يزيد نسبة انه الالديل يصير يتراكم بالمنطقة هذيك فشو راح يزيد راح يزيد نسبة الاصابة بالأثيروسكيلوروسيس طيب شو كمان بيقول لك الالبومين ممكن انه يصير له ترابنج ولوين ينتقل ينتقل يا سيد العزيز على الباسمنت تبع الكابللري طيب ينتقل على الباسمنت تبع الكابللري بصير الباسمنت هذا ثيك طيب اذا صار الباسمنت ثيك شو راح يزيد يعني الكونسيكونس تبعيته راح يتقلل الاوتو اكسجينج والسي اوتو اكسجينج لانه بنعرف الكابللري شو وظيفتها وظيفتها تعمل اوتو و سي اوتو اكسجينج برضو انها تنقل النيوتريانت للبريفيرل تشو طيب هاي هون هي عملية انزيمتكي غلايكو سيليشن قلنا بتصير على الاربسيز وقلنا شو الكومبليكيشن تبعيتها شرحناها هالسا طيب نجي على ثاني باترجنيسي للكومبليكيشن بصير في اكتيباشن لبروتين كاينيسي طيب شو هو البروتين كاينيسي هو من الاشياء اللي بتزيد نسبة تحفيز الانجيوجينيسي شو هو الانجيوجينيسي اللي هو عملية تكوين النيو بلاد فيزل طيب كيف بتصير بتصير انه البروتين كاينيس ايه تحفز طيب رح اصير في عندنا افراز لباسكولار اندوثيلة اللي هو عبارة عن سايتو كاين بتم افرازه عشان يزيد الانجيوجينيسي وشان يتم تصنيع الانجيوجينيسي طيب شو تأثير الباسكولار اندوثيلة اول شي بزيد الفاسكولار برميابيليتي بزيد البروكواجلونت اكتيفتي زيادة البروكواجلونت اكتيفتي بتزيد نسبة الاصابة اللي بصلاة على سيدنا محمد بالاثيروسكولاروسيز قلناها من شوي طيب برضه وجود الفاسكولار اندوثيلة بالنسبة الالتديجز شو تأثير البروكواجلج حوالي حواليannya. حوالي لبلاد فيزيل وبزيد برضو ب oppositions لل معكوجة حوالي temporal abc iax طيب برضه هوا مفروطن عندري ن học نقطة اربعة لبزيد البروكواجل في هذاك المكان. طيب كنا هكيد منقول عنه اشي كويس ولكن في بعض المناطق في جسم الانسان المبادن يبقى يكون محدود. اذا زاد عن حده. تمام? راح يصير في عندنا معينة. طب وين اهم الاشياء? في عندنا الرتنة تمام? البلد فيزل. البلد فيزل. في عندنا هو بيغضي نفسه عن طريق شوية فيه. تمام? فبالتالي اذا صار فيه اي صار فيه زيادة. راح صار فيه اله. تمام? بالكدني ونيرفو سيستم. طب بالرتنة راح تعمل ريتينوباثي. بالكدني راح تعمل اه نيفرو باثي بنيرفو سيستم راح تعمل اه لام صار محمد ايوروباثي. نكمل على ثالث باثوجينيسيز للكمبليكيشن اللي هو البوليو الباثوي. شو هي? طيب. هسا بجسم الانسان. الو اشي طبيعي انه يتحول لغلوكوز لفريكتوز عشان يساهم في عملية السبيرماتوجينيسيز. تمام? اه كيف الاشي هات بصير? غلوكوز انتقل جوات الخلية. تمام? في عندك انزيم اسم الانزيم اللي هو الدوز ريدكتيز راح يحول لغلوكوز لساربيتول تمام? ساربيتول راح يتحول عن طريق الساربيتول ديهايدروجينيز لفريكتوز. وانهي هذا موجود بالتستيكولرسل المسؤولة عن السبيرماتوجينيسيز. طيب. هسا في بعض الخلايا بجسم الانسان والتشوء العملية بتوقف له هون. مفيش عندهم الساربيتول ديهايدروجينيز. وبرضه الخلايا تبعيتهم. ما لها علاقة من وجود الانسولين او لا. تمام? يعني مش سائل انه الانسولين موجوده او لا. هي ماخذة كفايتها من السكر. من عن طريق انه في ايش? فرق بالكنسنتراشن. طيب. اللي في عندهم دي ام. الغلوكوز. يعني برات الخلايا هاي عالي. تمام? بتيجت انه عالي. راح يصير في عندنا فرق بالتركيز. فالغلوكوز راح يصير فوت جوات الخلية. تمام? كمية كبيرة. طيب. الكمية الكبيرة هاي تم اخذ منها الكمية الكافية للميتابوليزم. والزيادة عنها. راس بدي يحوله لعشي ثاني. فهو بيبلج يحوله من اجلوكوز ل ساربيتول. سور بيتول. طيب السوربيتول هو بحد ذاته بزيد الاوزمولاريتي. تمام? زاد الاوزمولاريتي في هذا التشو او في هذا السل. فبالتالي شو راح يزيد? راح يزيد تدفق الووتر لجوات الخلية اللي هو الاجتو او. راح يزيد راح يزيد تدفق لهذا التشو. طيب. اذا الاشي هذا كان بالعين. راح صير فيه تدفق الووتر. على جهة العين. فشو راح يزيد? راح يزيد. راح يعمل غلوكوما اللي هي زيادة في الانتراوكولر برشر. برضه ممكن يعمل ايش? الكتراكت. تمام? يعمل عتامي على عدسة العين. طيب هانشو بقلنا بيرزيت انتهايباري لايسيميا. فسيليتات انتريو في غلوكوز انتو سيل. دا دونت يوز انسولين. مثل لنس. الراتينا. البريفيرال نيرف والكيدني. اكسسيف غلوكوز متابولايز تو سيربيتول وفركتوس. كل هذا شرحته. بزيد نكملها سيبالكومبليكيشن. طيب. لو جينا هون جمعناهم بالصورة هاي. تعال لي حبي حبي. في عندك اول اشي. مايكرو انجيوباثي. سيريبرال فاسكولر انفاركشن. مايكرو انجيوباثي. طيب نتيجة انه ما فيش تغذية كافية. تمام? لا. انه اللي قلنا الكابيلر يصار فيها تيكنينج. تمام? فيش تغذية كافية للمكان هذا المفروض انه يصير له يصل هناك الدم. فبالتالي بصير في عندنا سيريبرال فاسكولر انفاركشن. اذا كان هذا العدم التروية او التروية النقصة موجودة بالبراين. طيب. قلنا ممكن سير في عندنا رتينوباثي وكتراكت وغلوكوما وشرحنا شو هي الكتراكت اللي هي اعتامة عدسة العين. طيب الهايبرتنشن وشرحنا كيف الميكانزم تبعيته. الاسمه تمصل والفايبروبلاست بصير لها الديبوزيشن حوالين اه اللام صلصة محمد اه الفيزل تمام? فبالتالي بتقلل التابعه بزيد نسبة الهايبرتنشن. مايكرو انفاركشن نتيجة الاثيروسكليروسيز. طيب هون اثيروسكليروسيز موجودة هون مش عايف وان هي مبينة المهم. بالباقي الاشياء سترحها بس هون بدي اعلق على موضوع النفروسكليروسيز والجلوميروسيز والارتيريوسكليروسيز والباليونيفرايتس. هاي من اهم الكومليكيشن اللي بتصير مع الرينال سيستيم او بالجوات الكيدني. طيب شو النفروسكليروسيز. النفرون صار في سكيليروسيز. يعني صار فيه فايبروسيز لهذا للنفرون. طيب. الجلوميريولاس نفسها صار فيها سكيليروسيز. تمام؟ الجلوميريولاس كليروسيز بعطيني اشي مهم. تمام? وتعتبر باثيجنومونيك. شو يعني باثيجنومونيك؟ يعني اذا انا انا شاهدتها خلاص انا confirm the diagnosis ان الباشنطات عنده دي امن تمام شوفي بسموها الكيميليستيل ويلسون ليجين تمام وشكل معين عبارة عن وجود اه لمصر الله سيد محمد السكليروسيز او الفايبرس تشو جوات الجلوميريولوس طيب برضه من الكومليكيشن بصير في عندنا بريفيرال نيوروباثي اوتونوميكي نيوروباثي وصيرت نشرحهم بالتفصيل اول اشي قلنا الاثيروسكليروسيز كارديوفاسكولر اذا كان تأثير الاثيروسكليروسيز على السي في اس شو ممكن يعمل راح يزيد نسبة الاصحابة بالمايكارديل انفاركشن طيب ليش لانه معمل اكلوجين للكوروني ارتري دي سيز وهو الموست كومن كوز اف ديث بالديابيتيكس مايكارديل انفاركشن هو الموست كومن كوز اف ديث بالديابيتيكس راح يصير برضو في عنده سيان اس كوملكيشن تمام راح يصير في عنده نيوروباثي و الاخره بريفيرال سيركليشن راح يصير فيها اوكلوجين مايكرو انجيوباثي و الاخره هايلاين ارتريوسكليروسيز اوزاجريت بالهايبار تنشن طيب اصلا من الاشياء اللي بيعملها هايبار تنشن هو هايلاين ارتريوسكليروسيز بصير في عندنا دي بزجين لهايلاين ماتيريال على لمسو الاسيد محمد الفيزل وال طيب الديابيتيك مايكرو انجيوباثي بارا عندي فيوستيكننج بالكابلاري طيب موجود اكثر الشي بالريتنا والريتنا والبريفيرال نير تمام برضه بتروح على الرينا المضالة شو بكون في عندنا ليكيفيزل يعني الفيزل هاغ مش قوي كثير بتسبب نيفروباثي اه لمسو الاسيد محمد بالرينا اذا كان المايكرو انجيوباثي كان بالرينا المضالة بسبب نيفروباثي اذا كان بالريتنا بسبب بريتينوباثي اذا كان بالريفيرال نير بسبب ايش بسبب انيوروباثي طيب بالنسبة للديابيتيك انيوروباثي شو بتسبب في عندنا الليجين قلنا في عندنا الاشي بسمه الكيميليستيل ويلسون ليجين هو باثر عبارة عن باثوغنومونيك تمام اه بكون عبارة عن الليجلومريولوس كليروسيز يعني الليجلومريولوس صار فيها فايبرس تشو تمام تكون نسبتهم 15-30 بالمية طيب برضو بكون في عندنا ديفيوز مزينجيال اسكليرووسيز اللي شو هو المزينجيام او المزينجيال تشو هو من انواع التشو الموجودة جوه الكلمريولوس تمام والها علاقة بالفلتريشن و الاخره تمام بسموها المزينجيام راح تاخدوا تفاصيلها لقدام ان شاء الله تمام بصير فيها ديفيوز اسكليرووسيز يعني بشكل عام ديفيوز يعني كلياتها مش اشي مكان واحد تمام وصير فيها اسكليرووسيز يعني مصير فيها ايش عملية فايبروسيز راح تصير في عنديه رينا الاثيروسكليرووسيز وخيلان أرتريوسكليرووسيقلنا متى بزيد الهيلان أرتريوسكليرووسيز مع وجود الهايبرتنشين بايونفرايتس نتيجة انو البيشنت اصلا هاذ عبارة عن اميونيكم برومايز زيد نسبة الاصابة بايونفرايتس بايونفرايتس عبارة عن امفلاميشن بصيب الكيدني نفسها طيب ممكن يكون في عندنا اكيوت او كرونيك انترستيشل للكدني بصير في نيكروتايزنج بابيلايتس او بابيلاري نكروسيز شو مقصود فيها انه البابيلا الموجودة جموات اه اللي لها علاقة بالارتشاح تمام بصير فيها نيكروسيز تمام فشكلها رح يفرق وشكلها رح يختلف ورح الها شكل معين اتوقعش انه موجودهم لسلايدات لا مش موجود رح تعرفوه لقدام شوي يعني هاي من الاشياء اللي بتكون مخصصة موجودة مع الامسوليس محمد اي واحد بصير بابيلاي نفريتس طيب الشكل هذا هو عبارة عن الكيميستيل ولسون ليجين هاي شايفين هون المكان هاي عبارة عن صار في سكيليروسيز في فايبرستيسو دي بوزيشن تمام هاي الاغلوميريولاسكوليياتها الشكل هذا عبارة عن هيران ارتيريو سكيليروسيز طيب بالنسبة للأكولار كومبيليكيشن عندك الرتينوباثي بتكون بون الباشينت هاي في عنده او بالنسبة للرتينوباثي فيها نوعان نوع الاول نوع الثاني نوع الثاني نوع الثاني نوع الثاني نوع الثاني لائتي بابارة بيش انتعصار في عنده يموريج ووكسوديات ومايكروانيوريزم واذيما والارتينا الكابليري تمام اللي شو بتسبب مايكروانجيوباثي تمام كل هذه تسمى يعني ما فيه عملية تمام جواء الرتينة طب اذا صار فيه عملية شو عملية تصنيع لا او تخليق لا اشي جديد. شو هو تخليق لاشي جديد. سصير في عنده للرتينة وقلنا من هاي الاشي بتسبب رتينوباثي. طيب. بالصار في نتيجة انه صار في عندك او رتينال الرتينة صار لها من مكانها. تمام? فمحاولة لتصنيع اشي مكانها عشان يغبط المكان اللي كان موجود هناك. فالاشي هاذ رح يعمل رتينوباثي. طيب اللي هي عتامة عدسة العين. اللي هي بزيد الانتراوكولير برشر وبصير فيه سواء الجو والعين. طيب. بالنسبة للنوروباثي بصير في عندك بريفيرل سنسوري وموتور ديس فانكشن. تمام? يعني بيبطل يحس باطرافه. ومن الاشياء اللي بنا نعرفها مع ديوباتيك بيشنت انه اي وجع بالحياة بتلاقيه وحاس فيه بايش يخاف. ليش? لانه ما فيش عنده سنسيشن كويس. طيب بالنسبة للأتونوك نيرف ديس فانكشن. طيب. شو سبب الاوتونوك نيرف ديس فانكشن? فيه بدي مايلي نيشن للنيرف. احنا بنعرف ان الميلي نشيث وجوده على النيرف بزيد سرعة النيرف امبلس. تمام? فإذا صار فيه ديميلي نيشن. فبالتالي الامبلسز رح تكون بطيئة جدا. طيب. مايكروانجيوباثي. هاي من الاشياء المسببه برضو للأوتو. للأوتونوك نيرف ديس فانكشن. طيب في عندك النيورونالديجنراشن. صار في عندك عملية ديجنراشن للنيرون. وصار في عندها ايش? اه بتموت هاي للنيورون. نتيجة انه فيها اسكيميا. سبيل المثال. او فيها عدم تروية. او الى اخرين. طيب. الديجنراتيب اسبانالكورد ليجن. صار فيه الديجنراشن على الاسبانالكورد من احيه تموتره سنسوري. فبالتالي هو من الاشياء هاي اللي بتضعي في الموتور والسنسوري. اه فانكشن. طيب. وهاي مهمة لانه الباشنت راح يكون عبارة عن اميون كومبرومايز وشرحنا كيف الطريقة. فممكن يكون في عنده بكتيريال او مايكوتيك. طيب. بدي اقول لكم اشي انه مايكوتيك دايما ومنشوفها منشوفها مع الباشنت اللي بكون اميون كومبرومايز. وهيك اللي اطيقوا الفعافية تكون خلصة المحاضرة. بعرف انها طويلة مع علش بس تفاصيلها كثير جد كثيرة. وبالتوفيق لكم ان شاء الله.